تحية لكم مشاهدينا ومرحبا بكم في عدد جديد من لقاء خاص ونحن اليوم في ذيافة مديرية الشباب والرياضة لولاية سيدي بالعباس مع السيد غربي بدر الدين سيد الفاضل شكرا لك على الاستضافة في رحاب المديرية شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أولا وقبل كل شيء أهلا مرحبا بكم وبقناة الجزائر أنوان في مقر مديرية الشباب والرياضة لولاية سيدي بالعباس شكرا لك أستاذ تعد مديرية الشباب والرياضة الولائية مؤسسة عمومية لا مركزية ذات طابع إداري تحت وزاية وزارة الشباب والرياضة بداية سيدي نستهل حديثنا بالوزارة المعنية باعتباركم تابعين لوزارة الشباب والرياضة نستهل حديثنا بها وبالعمل الوزاري في زيارة عمل وتفقد قادت السيد عبد الرحمن حمد وزير الشباب والرياضة إلى ولاية سيدي بالعباس في بداية السنة الجارية قام من خلالها بتتشين كل من المصبح النصف أولمبي ببلدية راسلما والمصبح الجواري ببلدية سيدي علي بن يوب فهل دخل حيز الخدمة أقول شكرا بسم الله الرحمن الرحيم بطبيعة الحال يعني أولا بيود أن نقدم هذا القطاع الشباب والرياضة لأنه يعتبر هذا القطاع من القطاعات الحساسة جدا والتي توليها الدولة الجزائرية أهمية بالغة لما لها من أهداف سامية تتمثل خاصة في التكفل بانشغالات وقضايا الشباب وذلك بوضع منشآت ووسائل في خدمة الشباب من أجل النهوض بهذا الشريحة من المجتمع كما تفضلت وقلت بالفعل كانت هناك زيارة للسيد وزير الشباب والرياضة إلى ولاية سيدي علي بن عباس ومن خلالها قام بتدشين مسبحين الأول مسبح نصف أولمبي على مستوى بلدية راس الماء والثاني مسبح جواري على مستوى بلدية سيدي علي بن يوب بالفعل هذه المسابح هذه اللي تم الانتهاء من الأشغال فيها مع نهاية سنة 2023 نضيف لها بللي كان هناك ثلاث مسابح في تلت بلديات أخرى اللي تم نهاية الأشغال فيها وراهي أوبراصيونال ويتعلق الأمر بكل من مسبح في بلدية ميرين مسبح في بلدية مولاي سريسن وكذلك مسبح في بلدية مرحوم كل هذه المسابح رهي دخلة حيز الخدمة يعني سمحني أستاذ بذكرى لهذه البلدية الثلاث يعني أن حتى جنوب ولاية سيدي بالعباس استفاد من هذه المسابح بالفعل استفاد من هذا المسبح ومن مسبح جواري وراهي أوبراصيونال الحمد لله والشعب البلديات رهي تستفاد من هذا المسابح طيلة السنة أيضاً كان قد جدد السيد الوزير التزامه من أجل دخول المركب الجهوي لتجمع الفرق الوطنية والمدرسة الجهوية لكرة القدم حيز الاستغلال فأين وصل المشروع أو بالأحرى هل هو حيز الخدمة شكراً فيما يخص المدرسة الجهوية لكرة القدم رهي أوبراصيونال من سنة 2015 لحد الآن رهي أوبراصيونال ورهي فتحة أبوابها لنوفو بروغرام البرنامج الجديد رهي فتحت من قبل يعني باش يكون فيه عنكم كانت مخصصة لفريق لإيديسات انتعال الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد ما يعني خرجوا هذه الفئة هذه راحت منهم سيدي بالعباس المدرسة الجهوية لكرة القدم فتحت أبوابها لكل شباب ولاية سيدي بالعباس هناك عدة جمعيات رهي تنشط في المدرسة الجهوية هي بالفعل سمها مدرسة الجهوية لكرة القدم ولكن فيها عدة رياضات حتى الآن القاعة المتعددة الرياضات الموجودة على مستوى المدرسة رهي مستعملة من طرف فرق في كرة السلة وحتى فرق وجمعيات في الاختصاصات انتع الرياضات القتالية بالإضافة إلى الملعب الكبير وكذا حتى الملعب السغل موعد شوشبين إصطناعيا لوضعوا تحت تصرف كل الجمعيات الرياضية الناشطة هنا على مستوى ولاية سيدي بالعباس يعني بها الموارد المادية الكافية اكزاكتو لا هو هذا المدرسة الجهوية كرة القدم يعني صرح رياضي كبير استفادت منه الولايات والآن ره مستعمل نقدر نقول لك بصفة حتى 98% يعني الاستعمال انتهاء ولا درك قاس كل شرائح بما فيها الجمعيات الرياضية التي تنشط هنا على مستوى بلدية سيدي بالعباس وبذكركم للجمعيات كيف هو حل الجمعيات وما هي إحصائيتها وفي أي رياضات نجيلها أكثر منافسة؟ هنا في ولاية سيدي بالعباس لدينا 24 رابطة رياضية هذه الرابطة الرياضية لديها فرق وجمعيات نوادي رياضية هاوية منخارطة عدد النوادي هنا في ولاية سيدي بالعباس لدينا 378 نادي وجمعية رياضية في مختلف الرياضات عندنا خاصة في رياضة كرة القادم في الرياضات الفردية الرياضات القتالية عندنا تنية رياضة اللي هنا معروفة بها ولاية سيدي بالعباس رياضة الشطرانج هذا الفرق هادو رهم أفيلية رهم منخارطين على مستوى الرابطات ورهم ينشطوا طول نونت على السيزون سبورتيف في كل المركبات الرياضية التابعة سواء لمدرية شباب الرياضة أو التابعة للبلدية وهل هناك نوادي خاصة بالنساء يعني رياضية نسوية أي كنين رياضات نسوية عندنا رياضات نسوية عندنا في الجيمناستيك في الجنباز عندنا في رياضة كرة اليد عندنا في كرة القادم عندنا اختصاصات اللي فيها رياضة نسوية وراهي فرضها نفسها بقوةنا لمستوى الولايات هي أيام قليلة مرت على إستالي استثار الطبعة الثامنة للدورة الوطنية للدراجات بولاية سيدي بلعباس نذهب لمشاهدة فعاليات هذه الطبعة مع الزميل هاشميل أحسن ولنا عودة ونائب رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات على فعالية انطلاق المرحلة الثالثة من الطبعة الثامنة لسباق الدراجات والتي تحمل اسم الفقيد عبد المالك بلعباس مقيمة هذه الدورة بشارع المقطع بوسط مدينة سيدي بلعباس والتي شارك فيها 95 دراج ومثلون 11 ولاية من مختلف مناطق الوطن وهذا تحضيرا لطواف الجزائر لشهر ماي القادم ومنافسات أخرى قارية ودولية بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نحضر المرحلة الثالثة للطبعة الثامنة لسباق مدينة سيدي بلعباس سباق الوطن العباس ليعرف مشاركة عدة فرق جواب المستوى القطر الجزائري اليوم المرحلة الثالثة تمثلنا في سباق دخل شارع المقطع في مدينة سيدي بلعباس كما البارح ولول بارح كانت مشاركة جيد معتبرة أكثر من 95 دراج بالإضافة للتنظيم المحكم الذي كان في المستوى نتمنى إن شاء الله اليوم هذه التروازة ميطاب تفوت كما لدوزي طاب وحد سعيد الجزائري هذه الدورة اللي أنا فيها هي الطبعة الثامنة لدورة الوطنية للدراجات واللي سميناها باسم الفقيد عبد المالك بن عباس لي كان شرفنا وشرف الألوان الوطنية حيث كان دراج كبير في خارج الوطن إذن راح لنا 11 الولاية من المجاركين 19 الفريق وكما قال السيد المدير 24 دراج من هم ثلاثة بنات وفيهم دراج متأهل إذن العاب الأولمبياء بباريز وعودسعين في حمزة ياسين وكذلك أول متسابقة ودراجة تأهلت إلى الأولمبياء النسرين حويلي هذه الطبعة كما درت هي تحضير تحضير للطواف الجزائر ليكون في الشهر ماي القادم وكذلك للاستحقاقات القادمة مثلا للألعاب العربي والألعاب العالمية الحمد لله الظروف مهيئة من كل النواحي الدراجين الفرحانين من ناحية المسالك نشكر السلطات المحلية بها قايمة على هذه التظاهر الرياضية وشرف كبير لنا أنهم تفكرون الوالد تاين وننسوش بيهم شطوة كل مرة وهم يستكرون ومشي هي هالمره هالمره كالمره تسابقة نفكر واش عم المرة كما تابعنا أنه كان قد شارك حوالي 95 دراجا فكيف كانت الدورة بصفة عامة وما مدى نجاحها على مختلف الأصعيدة خاصة من ناحية التنظيم؟ شكرا فيما يخص هذا الدورة الوطنية للدراجات الهوائية في طبعتها الثامنة لتورة سيدي بالعباس اللي جرت هنا على مستوى ولاية سيدي بالعباس في أربعة مراحل عرفت نجاحا كبيرا يعني على مستوى التنظيم ولا حتى على مستوى المشاركة ما يخفاكش باللي انعقدت عدة اجتماعات برئاسة سيد والي الولايات اللي أعطاه ومد اهتمام كبير لهذا القطاع وأعطاه أولويات كثيرة لهذا القطاع وخاصة لهذا الدورة هادي اللي تتمثل في يعني هذه طبعتها الثامنة دونك ولاية انترديسون ولاية عادة هنا في ولاية سيدي بالعباس هذا الدورة هادي اللي عرفت مشاركة أكثر من خمسة وتسعين دراج جوا من مختلف ربوع الوطن اكزاكتو موكين سبعتاش الولايات اللي شاركت في هذه الدورة عرفت نجاح كبير وذلك بالنظر إلى الإمكانيات التي سخرت وكذلك إلى كل الظروف اللي هيئت من أجل إنجاح هذه التظاهرة اللي نعاود نقولها اللي تعتبر عادة أصبحت عادة سنة حامدة هنا في ولاية سيدي بالعباس هل تحصل الرياضيون العباسيون على مراتب؟ كيف تحصلوا على مراتب؟ احنا ما يخفاكش عندنا هنا رياضة الدراجات عندها تاريخ هنا في ولاية سيدي بالعباس للاسف الأوين الأخيرة عرفت شوية تقهقر بمقارنة بولاية واحدة أخرى ولكن إن شاء الله نحن بيسدد إعداد برنامج خاص مع الناس المختصين في هذه الرياضة من أجل إعادة بعث هذه الرياضة على مستوى مدينة سيدي بالعباس وما يخفاكش بهذه الدورة هي تمهيداً للتور درجيري اللي راح تكون فيه مرحلة ما بين ولاية واهرن وولاية سيدي بالعباس إن شاء الله في 12 ماي المقبل وراح يكون فيها أريفي هنا وصول عندنا على مستوى ولاية سيدي بالعباس وراح يكون عندنا للندما بالغد يكون عندنا أندي بارمنا من ولاية سيدي بالعباس تجاه ولاية مستغنة إن شاء الله أيضاً تتميز ولاية سيدي بالعباس باحتضان منافسات أخرى ومنافسات عديدة على مختلف الرياضات حدثنا أكثر ربما مثل العدو الريفي مثلاً للجمعة هذه الفارطة يعني كنا نضمنا المرحلة الولائية لسباق الشباب وجماعة المحلية اللي تعودت كل سنة تنظموا وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجماعة المحلية هذا تانيك السباق هذا ليعرف مشاركة كل بلديات الولاية يعني 52 بلدية ونعرف حضور أكثر من 640 عداء وعداء في صنف الأشباء اللي المينيم ولبنجاما البراعم والأساغر فليدوسكس دوكور وإناث وانا ديكوفر بلدي عندنا عداء صغار اللي إن شاء الله راح يكون عندهم مستقبل ويكون عندهم شأن كبير في هذا رياضة ألعاب القوى وما يخفاكش بلدي هاد العداءين أراهم جايين من مناطق يعني بعيدة وما عندهمش كل الظروف باش يحضرون مثل هاد المناسبات ولا هاد المنافسات فما بالك غدوة كي تدير بروسبيكسون هكا وتخرج منها دو تروازات ثلاثة وتحطى لهم اكتشاف المواهب وتعطيهم الإمكانيات اللازمة راحين إن شاء الله يكون عندهم شأن كبير في المستقبل إن شاء الله لطالما تألقت رياضيا ولاية سيدي بالعباس في الشطرنج وتعودت على حصد جوائز ومراتب أولى في مختلف المنافسات والدورات فهل هي لا تزال كذلك إلى غاية اليوم أم أن الحالة تبدل؟ والله صراحة أني هنا وكنت قلتها لك في البداية تعناتها الحوار باللي هنا مدينة سيدي بالعباس عندها عادات في رياضة الشطرنج حنا ما زالوا هنا مدينة سيدي بالعباس عندنا توجور ربع جمعيات هي جمعية أجيال جمعية سبورتينج الهلال والجمعية الرياضية للأمن الوطني هذا الجمعية والإختصاص هذا أعطانا دي شمبيون أعطانا دي شمبيون المستوى الدولي أخص بالذكر حدوش محمد أمين وهو بطل كبير في رياضة الشطرنج واللي حاليا راه مدرب تأكابر فارق وطني في دولة عربية لذلك هذه الرياضة الحمد لله مازال راهي شد روحا يعني هو شرف للولاية شرف بينشر شرف للولاية وشرف حتى للوطن أنه يكون لعب تأكابر من مدينة سيدي بالعباس يدرب فارق وطني تأكابر في دولة من دول العربية في دول الخليج لذلك مازال حاكمين هذا اللي ترديسون هادو مازالت هذه اللعبة عندها صادة كبير وعندها إقبال كبير من الصغير حتى الكبير وماذا عن حال الرياضات الأخرى هل تعرف تدهور على غيرار ربما كرة السلة مع العلم الوداد الرياضي لبلدية سيدي بالعباس هو في القسم الثاني يتخبط بعدما كان في القسم الأول في السنوات السابقة ما حال السباحة كرة اليد كرة السلة الجيدو وغيرهم من الرياضات شكرا هذا سؤال جيدا فيما يخص رياضة الجيدو لا لدينا مشكلة في رياضة الجيدو كل عام راننا نعم فرودي جميع المساوة الوطاني و الجيدو في القسم الثاني يتخبط المستوى الاخير كورة اليد الحمد لله ما زالها وقفة كورة السلة وطائرة اللي عرفت سيفري هذا الـ 15 إنسان هذا اللي كان زون الأخرين تراجع في البراتيك وحتى في المستوى انت على اللعب نقدر نربطها بالك بـ نقص في المنشآت الرياضية خاصة بهذا الـ لا ديسيبنين هادي ولأنه سيدي إذا كنا قد قلنا خمسة عشر سنة يعني خمسة عشر سنة المفروض أنه يكون إضافة في المنشآت الرياضية وليس الأكس نعم كان فيها شوفي الأخت لازم نثمنوا الجهود اللي قامت بها الدولة جهود كبيرة قامت بها الدولة وضعت منشآت كبيرة للشباب ومنشآت سكسوس ورياضية وشبانية ما يخفاك شبالي هنا في ودية سيدي بالعباس عندنا ستة وعشرين دار شباب وعندنا احداش المركب الرياضي جواري وربع قاعات ديسال بوليفالونت وعندنا انسانتر دولوازير سيونتيفيك عندنا خمس قاعات الرياضية عندنا مركب ربع وشين فبراير من أجمل المركبات الرياضية اللي كان في الجزائر ويستفاد من عملية ترميم وإعادة تأهيل سيكون قامت بها الدولة وانتراندو بالباري لكي تشارج لكي تشارج لكي تشارج لكي تشارج لكي تشارج ويحتضن حتى التدريبات وكل الدورات اللي قوموا بها هنا في وليتي ديب العباس في هذا المركب حبما حتى أم الرياضات سامحني أستاذ مثل الألعاب القوى تأثرت بسدهور ملعب 24 فبراير لا هي شوف الألعاب القوى استفادت وعندنا بلوس من الابيس داتليتيزم اللي عندنا في 24 فبراير ان شاء الله في الألعاب القوى راح تستفاد من إعادة تهيئة وتأهيل هذا المدمار ألعاب القوى بالإضافة إلى مدمار ثاني في التاني ريبليك هذا المدمار الثاني هذا درناه بشيء يسمحنا حتى نقدروا نحتاضنوا منافسات قارية ودولية بشيء يكون عندك مدمار للتسخين ومدمار للمنافسة دونك راح تستفاد ملعب 24 فبراير الكمبلكس راح يستفاد من هادا التهيئة ما تنسيش بللي سيكون أحدهم بيعشب طبيعي لا هنضروا على الاتليتيزم بانسور راح يكون عشب طبيعي عندنا اون بيس داتليتيزم اللي درناها العمليفات في مستوى بلدي تطلاغ بالإضافة إلى مدمار ألعاب القوى اللي راح يوجد في المركز الجهوي لتحضير المواهب والنخباء الوطنية اللي ان شاء الله راح يفتح أبوابه هاد اليام هو جاء سيد الوزير والطلاع على مدى تقدم الإشغال كانت فيه عيد للرتوشات الأخيرة اللي راح يسمح ان شاء الله باش يكون لعدد كبير من ممارسي هذه الرياضة للتدرب ولا للمشاركة في المنافسات ان شاء الله ونبقى دائما في الرياضات ونذهب إلى فريق العقارب وفريق القلب لأنصار سيدي بالعباس اتحاده بالعباس فريق تأسس في السابع فبراير سنة 1933 بالمسجد الأعظم وباركته جمعية العلماء المسلمين لعب له ترسانة من اللاعبين المشهورين يتقدمهم اللؤلؤ السوداء العربي بنبارك وآخرون سطع نجمهم عاليا مثل التونسيان هنية وكريت بالكدروسي المايسترو عمارحمد باللومي دريد بن عبدالله تلمساني بوحجر وآخرون هذا واستقطب كبار المدربين أمثال عبد الحميد زوبا بوباديك وموري أوندري فريق انسحب من نهائي شمال إفريقيا ضد سبورتينغ بالعباس تلبية لنداء الوطن ونداء جبهة التحرير الوطني لعب له شهداء نذكر منهم بومليك والإخوة عماروش قميص الفريق يحمل نجمتين في الماضي القريب نال كأسين متتاليتين كأس الجمهورية والكأس الممتازة سنة 2018 ومنذ ذلك الحين سيدي إلى يومنا هذا فهو في حالة مزرية ويرثى لها يعرف تدهور وهبوط حر حتى أنته في طريق الاندثار حدثنا أكثر شكرا والله الأخت المحترمة في طريق الاندثار قولك له بارسك هذا فريق وكنت تفضلت وقلت بلي هذا فريق لعبوا فيها الشهداء فريق اللي لعبوا فيها الشهداء عمرو من يندثر صحيح يمثل تاريخ وهوية وليتي تاريخ وهوية وليتي دي بالعباس وحتى هنا الشباب حتى الكبار شيوخ يتنفسوا هذا الفريق هذا الفريق هو سيلو بونر ولا سيلو مالور انتحد لبوبيلاسيو لذلك في طريق الاندثار سيفري سيعرف مشاكل كبيرة يتخبط في مشاكل كبيرة والأقسام الدنيا مثل باقي فرق هنا في المستوى الوطني هذا يعني المشكل الأساسي هو مشكل داخلي هنا حب نوضح الصورة بلي الناس في معظم الأحيان يلقوا باللوم على السلطات المحلية والله على مديرية شباب الرياضة والله يقول لك علش خليتوه وعليش منحيتوش وعليش درتوه أنا مدبيا نور تسيلو كازون باش نور الرأي العام بلي هذا الفريق هذا الجمعية هذه الرياضية فريق اتحاد بالعباس سيتيون أسوسياسيو اللي عندها جمعية عامة والجمعية العامة تحها رهي سيدة وهنا يكمل المشكل كونبوزونت تعالجمعية العامة كونبوزونت تعالجمعية العامة كان على علمي كان فيها 26 عضو فيهم أعضاء اللي توفاوا ربي يرحمهم ماتوا فيهم أعضاء اللي انسحبوا كليا فيهم أعضاء اللي بلغوا عن سرطان راجسين وينعدوا ما يقدروش يحضرو ما يقدروش عادوا ما يقدروش يمدوا لهذا الفريق بقات مجموعة صغيرة لابروف من 2020 من لاني 2019 كل جمعية العامة عدد الحضور ما يتجاوش عشرة عشرة ثمانية الجمعية العامة عمرها ولا انعقدت من نهرها الأول دماء عدم اكتمال النصاب تؤجل وكما القانون يقول بللي الجمعية العامة تؤجل مهما كان كالكو سوى نمبر راح يني ديليبيريو راح يني ديليبيريو دونك القرارات عاد تأخذ في إطار ضيق هما أعضاء الجمعية العامة ثمانين بالمئة منهم هما أعضاء المكتب دونك سي نفس نفس المجموعة اللي راهي كل خطرة تأخذ الجمعية العامة دونك ما كانش حاجة جديدة ما كانش دم جديد ما كانش والفريق هذا من بعد السقوط من برمير ديفيزيون دوزيم ديفيزيون ولا كلوب آماتور سكيفي بكري كانت شركة شركة تسيروا دوركا هي السياسة هي السياسة اللي راهي يسير تاني ما يخفكش بالنقص تاني ما يخفكش بالنقص تاني في الإمكانيات اللي خلى هذا الفريق يعني ينزل ويهبط يلعب في تروزيم ديفيزيون لما هيش ديفيزيون فريق فريق البطولات فريق اللي كان يلعب الأدوار الأولى في البطولة الوطنية فريق اللي يشارك في منافسات قارية يعني لا يستحق هذا الديفيزيون اللي راهي يلعب فيها احنا وش نقولو احنا بتضافر جهود الجميع وخاصة أبناء الفريق ومحبي الفريق والناس اللي يمدوا أم بلوس للفريق عليهم بالالتفاف وهنا السلطات المحلية لولاية سيدي بالعباس وعلى رأسهم السيد والي الولاية ما راح يدخروا حتى جهد باش يعاونوا الفريق هذا نوسكورسكو يعاود يرجع للمكانتو اللي كان يلعب فيها من قبل ويبقى السيد الفاضل السبب الرئيسي هو سوء التسيير من طرف المسيرين مسيري اتحاد بالعباس الذين نهبوا أمواله وأكلوا الأخضر واليابس بصريح العبارة والله شوفي من دون حسيب ولا راقب للأخ لا لا شوفي سبحاني للأخت أنا ما عنديش عنديش حاجة ما عنديش دليل باش نكون فيرمي لكش اللي راكي تقولي فيه تقولي لي سوء التسيير نقولك داكور بوتا تروي كيناو يمو باجسون ما عرفوش يسيروا الفريق دخلوا بليد بليتو ومشي ما عرفوش يسيروا الفريق تحبين نقولك بصريح العبارة دخلوا فيه سراعات شخصية ونسوا لانتيريجينيرال تاع الفريق ولا تشير سراعات ما بين أشخاص اللي كيسيري بيركوتي راح ضحيتها الفريق راح ضحيتها الفريق حنا نطلبوا من محبي الفريق ومن الناس اللي قادروا تمد أم بلوس الفريق باش يقدموا اللي كيب انتحهم هذي هذي مدينة سيدي بالعباس مدينة عريقة وعندها تاريخ وعندها ماضي وخاصة كرياضة كورت القدم يلتفوا كامل نحو النزاعات الشخصية ويلتفوا كامل حول الفريق ونعاود نقولها لك السلطة المحنية ولا رأسي السيد والولايات ما راح يندخلوا أي جهد باش يعاونوا الفريق هذا ويعاود يرجع المكانتو اللي ليستهلعوا ان شاء الله ولكن السؤال الذي ربما يدور في عقول مشاهدين لماذا لم يتم تموين الفريق من طرف شركة وطنية كبرى على غرار بعض الأندية التي كانت في ذيل البطولة ومع ذلك تم انتشالها لماذا يعني السؤال الذي يطرحه سمحني سأضح لك السؤال ليطرحه العقارب والأنصار يعني هل التمويل هو حكر على بعض الأندية وعلى غرار الأندية أخرى لا ما هو حكر التمويل للدولة الجزائرية راح يتمول في كل الفرق ما كانش أنا نقول لك لن أتحرك لكن قدم لك وحبسه لسوفانسون عند الدولة يروح الفريق لا يوجد الشركة بالصح الولايات يتمد بارلوبين في السندوق الولائي اللاب بوي يتمدون بارلوبين في جد ولايات البلادية والجماعة الماحلية يتمدون لذلك الفريق يتمول من الطرف الدولة الدولة عمرها ولا حكمة الإمكانيات عمرها ولا حكمة الإمكانيات وكوانطرير فريق ديو سنبيا عنده مصدر واحد انتعى التمويل هو الدولة مصدر تقع الدولة تقول لي شركة شركة نعوده نرجع الفريق وإن كان بيتضافر جهود الجميع وإن كان نقولك نحن نبال دروات سينجيري فلاجيسيون انترن انتعى الفريق نحن نعوده باش نرافقه باش نعاونه باش ندعمه مش باش نسيرو الفريق عنده جمعية عامة والجمعية عامة تخرج المكتب وتخرج رئيس وهم اللي يسيرو الفريق لازم الناس تفهم هادي مش الدولة اللي تسير ولازم الناس تفهم باللي الفريق كي يوقف بما له وكي طحتاني بما له يعودوش يمسحو فالدولة يقولك ما مدتش وما سيرتش وما عاونتش وكوانطرير نروح اللي بيلون تعلية سنبيان ما تلقايش ريسات أخر كالدام لمدة الدولة الجزائرية ويبقى نداؤنا موجه لأعيان مدينة سيدي بالعباس ورجال أعمالها للاتفاب بهذا الفريق العريق والنهوض به بارك الله فيك وفي الأخير حديثنا عن اتحاد بالعباس ما عسنا إلا أن نترحم عن الأب الروحي للفريق الدكتور عبد القادر حسني وعكاشا حسناوي رحمهم الله نريد أن ننسى جلالي الله يرحمه نسندهم نعم جلالي وفي الوقت اليسامبياء بارت ديتيتر سيدة تاني كمانسوش زوبير تاني نترحموا عليهم إن شاء الله كامل ورب يرحمهم ويجعلهم في الجنة إن شاء الله يحتاج أطفالنا وشبابنا لأماكن وفضاءات التسلية والترويح عن النفس وفي ظل إنعدامها ربما على مستوى العمومي نجد أن دور الشباب تقوم بدورها في احتضان أبنائنا وبنتنا وتوفير الأرضية المناسبة لهم أحدثنا أكثر عن دور الشباب والمراكبات الرياضية شكرا كما قلت لك هنا عندنا في ولاية سيدة بالعباس وعندنا 26 دور الشباب وهذا نحتاج مركب الرياضي الجواري هذه المؤسسات هذه الشبانية والرياضية تجي تكميلة لما تقوم به المدارس في التعليم يعني إحنا من بعد الزور نتعال أوقات الدراسة يجوا أوقات فراغ الشباب أوقات فراغ الشباب نحنا بهذا دور الشباب والمراكبات الرياضية نحاولو نجلبو الشباب بتاعنا لهذا المؤسسات اللي ابناتهم الدولة وصرفت عليهم أموال طائلة والليزا إيكي بي بوسائل اللي تسمح للشاب باش يجي باش يروح لبلاسة واحدة أخرى وين راح قادر يتعرض لهذا الآفات الاجتماعية اللي راننا عايشينها يجي عندنا دور الشباب عندنا مربيين وربما يذهب لأماكن خاصة بما بالغ معتبرة احنا عندنا هذه دور الشباب وهذه المؤسسات الشبانية فيها مربيين مختصين باش يأطروا ويوجهوا وخاصة يربوا هذه الأطفال وهذه الشباب باش ان شاء الله نتحصلوا على الشباب يكونوا شباب متقفين يكونوا شباب رياضيين مؤطرين ونجنبوهم خاصة الأفات الاجتماعية اللي راننا نشوفوا فيها حاليا ولاحظنا أيضا أنها غنية ببرامج متنوية حدثنا عن هذه البرامج وهل هي برامج تنوية أم أنها تختلف من دور الشباب إلى أخرى لا هي برامج في دور الشباب كان برامج رياضية برامج ثقافية برامج ترفيهية وبرامج تعليمية هاد البرامج هادو كامل قلت لك فيهم كانوا مربيين مختصصين كل واحد في الاختصاص ما عندنا حتى عندنا دي سيلول دي كوت عندنا خلايا إصغاء فيهم دي بسيكولوج او نيفو دي ميزون جانر المستوى دور الشباب ليتكفل حتى بالمشاكل الخاصة لهذا الشباب ولا لهذا الأطفال يعني دي فو يجيك عفون يجيك أنه يجيك أنه يجيك أنه يجيك أنه يضحوا يجيك أنه يجيك أنه يجيك أنه من هذا الشباب والآطفال لأن هذا الشاب أو هذا الطفل ينود في أنكليما سورا وما تكون متأثر عليه بالسلب في حياته اليومية وخاصة في حياته الدراسية بصراحة سيدي هل الغلاف المالي المخصص لقطاعكم كافي للنهوض به؟ أنا أخدمه بلي ما يندبر سيفري ما هوش كافي بالصحكي تروح تشوف كين ولاية واحد أخرين كين راح مقلة علينا الحمد لله الدولة الجزائرية مسخرة كل الإمكانيات تكفي ولا ما تكفيش هناك كان هناك اهتمام كبير من طرف الدولة الجزائرية من أعلى هارم في الدولة للتكفل بهذا الشريحة ألا وهي شريحة الشباب لذلك بلي موين اللي عندنا وبالإرادة اللي عندنا وبالإرادة اللي عندهم من الشباب نقدر إن شاء الله نبني الجيل تعمل مستقبل صالح إن شاء الله وبعيدا أو ربما داخل الرياضة ما رأيك في خلط السياسة بالرياضة؟ والله الرياضة حاجة والسياسة حاجة واحد أخرى الرياضة تعارف الرياضة أخوة الرياضة تعاون الخصم يسمح لي باش نطور الإمكانيات انتاعي ران هنا لممارسة الرياضة لا كان شيء واحد أخر حتى أن القوانين ربما ليس في الجزائر القوانين الإفريقية أو الدولية هي تمنع خلط السياسة بالرياضة ولكن للأسف هو عكس ما شاهدناه في مباراة اتحاد العاصمة التي جامعته بفريق نهضة بركان الذي جاء من المغرب بخريطة مزيفة خريطة تحمل دولة هي آخر مستعمرة إفريقية لو هي الصحراء الغرب شوفي الأخت نهضر من الجانب الرياضي مباراة في كورة القادم نخصها لك مباراة في كورة القادم كي نربحوها نفرحو وكي نخسروها نتقبلوها بكل روح رياضية ولكن هنا حاجة يسميوها مبادئ وقيم راسخة خلاوهن مليون ونصف مليون من الشهادة اللي ماتوا عليها وعاشوا عليها آباءنا وعاشوا وماتوا وأجدادنا وماتوا على هذا المبادئ وهذا القيم مو حال نسمحوا فيها نحن الجزائر شكرا وكان المثل في بداية حديثنا عن اتحاد بالعباس الذي انسحب من نهائي شمال إفريقيا نئداء لجبهة التحرير الوطني وهو نفس المجال الذي صار عليه اتحاد العاصمة يعني دبلوماسية الجزائر لا تسمح ولا لست الجزائر التي تردخ للدول الأخرى أنا قلت لك مبادئ وقيم أول نوفمبر وحتى قبل لا رجعا فيها ولا نتنازل عنها حتى ولو لآخر قطرة من دمنا القيم والمبادئ من شيمة المواطن الجزائري شكرا شكرا لك سيدي الفاضل نعود إلى قطاعكم قطاع الشباب والرياضة هي أربع سنوات على ترأسك هذا القطاع الحساس والجد الهام بولاية سيدي بالعباس فبعد أربع سنوات ما هي طموحاتكم وأهدافكم على رأس القطاع شكرا والله شوفي الأخت أربع سنوات سيبري تخللتها يعني عام ونص تاعد كوفيد وإن كان عرف يعني كل القطاعات عرفت الركود ولكن الحمد لله ما يخفاكش باللي في سنة 2023 قد تم تسجيل حنا في قطعتنا شباب الرياضة تسجيل عدة عمليات لصالح الولايات تتمثل في مسبحين جواريين في كل من مدينة سيدي بالعباس وبلدية عين البرد بالإضافة إلى إعادة ترميم وتهيئة خمس دور شباب ومركبات الرياضية وكذلك درنا على مستوى البلاديات على مستوى البلاديات بالإضافة وخاصة العملية الكبيرة اللي إن شاء الله راح تستفاد منها وليتي دي بالعباس هي إعادة ترميم وتأهيل المركب الرياضي 24 فبراير هذه التحفة المعمارية اللي عندنا اللي خصها شوية تعترميم وإعادة تأهيل إن شاء الله راح تكون من أحسن وأجمل المركبات الرياضية على مستوى القطر الوطني يعني جهود كبيرة قامت بها الدولة الجزائرية من أجل إعادة بعث الرياضة لذلك لذلك نحن نتعلم عن طريق ونحاول نتكلم بالقطاع من أجل أن نتكلم حتى جهد كما أنت وزارة الرياضة والهنا والولايات والسيد والولايات وحتى الجماعة المحلية من أجل أن نهوض بهذا القطاع حتى إن شاء الله في سنة ٢٠٢٤ راح تعرفتاني إنجاز هذا المسبح ودراسا تعزوج مسابح ودخرين جوارية على مستوى بلدية سيدي علي بوسدي ومصطفى بن براهيم بالإضافة إلى قاعة متعددة الرياضات هنا على مستوى مدينة سيدي بالعباس لذلك الحمد لله القطاع سيستفاد بصفة عادية وإن شاء الله الخير مازال القدام وإن شاء الله القطاع هذا سيزيد الإستفاد من عدة مشاريع أخرى سننظرك نتوجه بالنداء وسيطورنا فلافان لوسيك الأولمبيك العهدة الأولمبية ستنطلق إن شاء الله عهدة أولمبية جديدة ٢٠٤ ٢٤ ٢٢٨ وإن راح يكون فيها إعادة انتخاب الهيئات الرياضية على المستوى المحلية وعلى المستوى الوطني نطلب من الناس الذين يقدروا يمد حاجة زيادة لهذا القطاع على المستوى إليتنا أن يأتيوا مرحبا بهم يتفضلوا رانا الأبوة براهيم مفتوحة لكل الإحتمالات وكل النقاشات وكل طرحنا من حلول لحاجة أكثر الأول ومن جهة نحن نسمين مجهوداتكم على الرأس القطاع لولاية سيدة بالعباس والولاية نفسها محدودة بترأسكم لهذا القطاع شكرا والله أنا إلا un simple comité de l'État جسوイ là أصيد ابل عباس on travail on tout a me conscience ورب يشاهد على كلامنا يعني ما تخفيكش يباكو لالDGS كل هنا الékip الالكسيكيوتيف للولاية أصيد ابل عباس والرأسام السيد والي الولاية رغم ما يدخلوا حتى جهد من أجل النهوض بالتنمية على مستوى هذه الولاية الولاية اللي احتضنتنا والولاية اللي رحبت بنا الوجور اللي جيناها لذلك لن نرد لها هذا الجميل هذه الولاية المضيافة بشعبها بناسها بمالها يعني لن نرد لها هذا الجميل شكرا وكلمتكم الختامية ربما لساكنة وليستيدي بالعباس وليقناة الجزار أنوان أتقدم بالشكر جزيل لكم سيدتي المحترمة ولكل التاقم اللي رافقك اليوم من أجل إنجاز هذه الحصة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنكم تهتمون كثيرا بالقطاع الشباب والرياضة اللي يعتبر قطاع حساس جدا نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للفرق الرياضية لولاية على مستوى ولاية سيدتي بالعباس ونتمنى نتمنى أن فريق اتحاد بالعباس عاود يرجع إلى مستواه وعاود يرجع للونيفو اللي كان يلعب فيه لأنه حب من أحبه وكريه من كريه هذا فريق وعنده تاريخ حافل بالانتصارات شكرا السيد بدر الدين غربي مدير الشباب والرياضة لولاية سيدتي بالعباس شكرا لك على الاستضافة كنت ضيفي اليوم في لقاء خاص على قناة جسير أنوان شكرا لك سيدتي إلى هنا مشاهدين وصلنا وإياكم لنهاية هذا العدد الخاص من لقاء خاص موعدنا يتجدد الأيام القادمة إن شاء الله مع ضيف شديد تقبلوا تحياتي وتحيات الطاقم الفني المرافق لي إلى اللقاء اشتركوا في القناة